تتحدث عن غباءه وغباء أتباعه لكن يبدو أن هناك غباء من مموليه أيضا غسان سلامة المبعوث الأممي قال في تصريح سابق في شهر مايو قال أن هناك من يظن أن حفتر هو رجل قوي ولكنه يبدو أنه نمر من ورق لا يستطيع أن يحسم الأمور هكذا قال غسان سلامة الآن كيف يمكن القول لماذا الإمارات تصر على دعم خليفة حفتر المؤتمر الأخير الصحفي لقائد قوات حفتر كان في أبو ظبي هذه طبعا لها تقريب وجهين الوجه الأول محترامي طبعا أنا عربي أيضا وكذا محترامي الطبيعة البدوية لهؤلاء هؤلاء حقيقة أجروا بلادهم للأجانب وتطورت وصارت الآن دبي بهذا الشكل وعادوا إلى عاداتهم الجاهلية شن الحروب والدخول في هذه المهاترات هنا وهناك هذه من جانب الجانب الآخر أنا لا أعتقد بأن الإمارات هي لديها موقف خاص بها ولو كانت لديها موقف خاص بها أو دولة ذات كارزمة لا كانت وجدت حل لأشكالية جزر طنب الكبرى والصغرى ولكن الإمارات هي عبارة عن أداء قادرات تستخدم من أجهز استخبارات غربية والدليل على ذلك أن فرنسا متورطة في الحرب ليس بشكل مباشر على الرغم أنها يعني تبدو مباشرا بأنها متضرطة فيها لأن قوانينها وقانون حقوق الإنسان وموضوع الأسلحة وكذا لا يسمح بأن تتورط بشكل مباشر ولهذا استخدمت الإمارات كمعوة الهدم للقيام بمتها العمليات يعني هي قفاز الإمارات فقط قفاز للعمليات القديرة لفرنسا في ليبيا هل تقول ذلك بإستخبارات؟ هي وكيلة لهذه الأمار للإستخبارات الأمريكية الروسية كل من يحميها من إيران ويعطيها وعود باستمرار العائلة في الحكم مقابل القيام بهذه الأعمال ودفع طبعا أموال لأن الأموال لديهم موجودة كل من يقوم بهذه الأشياء تستطيع أن تعمل له لأن المصلحة الشخصية المصلحة العائلية هي الغالب في هذا الموضوع